بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبات المبتعات متابعات قناة اير ايميل الكروشي معاكم امل صالح ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض ليز جديدة او زخرفة كروشي جديدة استتمالا للسلسلة اللي احنا كنا بدعناها واللي انا وعدتكم احنا نقدم فيها كليكشن كبير جدا من الكنار او الزخرفة الكروشي المناسبة لاي حاجة تقدر تستخدمها في اي حاجة زي ما وضحت لكم على كوم بلوزة على حواف الجاكت الميليات الفوض حتى الفوض بتاعت المطبخ بتاعتك تقدر تهين بها اي حاجة دي مجموعة اقول لكشن من الشغل اللي انا زخرفة اللي نزلت على القناة انا عملت فولدر وحط فيه كل الفيديوهات دي هساب لكم لينك بتاعه فيه الصندوق الوصف لو عايزين تشوفوا اي فيديو فيها عشان ما تدوروش كتير وكل ما هنزل فيديو هعمل تحديث له واحطوه في القايمة دي اتمنى يا رب ان الشغل يعجبكم ولو عجبكم ما تنسوش تعملو لك وشيرو الضروري تشتركو في القناة تنزلو وتفعلو زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وزاي ما قلتلكو ده كليكشن من اللي انا عاملاه دايما الصورة او الفيديو اللي احنا هنشتغله بيبقى اخر صورة بتتعرض زي ما احنا شايفين دلوقتي يلا بينا هنبدأ ونشوف هنعمل ايه مع بعض النهار ده هنجيب الخط بتاعنا وهنعمل عقدة البداية بطريقة اللي تريحك دايما بقول كده عقدة البداية بالطريقة اللي انت عايزها تمام هندخل بقى الابرة في اول الشغل عندنا تمام وهحط فيها عقدة البداية اللي انا عملتها خلاص اهو وهسحب وهقفل بقى الحلقة دي وبعدين في نفس المكان هعمل مش في دي لأ هعمل في نفس المكان تمام غرزة حشو تمام وهكذا تمام طبعا معي الشغل اللي من وراء الخط اللي من وراء عشان ايه التقفيل زي ما احنا متعويدي طيب احنا عملنا كام غرزة حشو عملنا خمسة دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هعمل بقى واحد اتنين تلاتة خلاص اربعة خمسة وفي الغرزة اللي جنبها تمام مش في نفسها في الغرزة اللي جنبها على طول هبدأ اعمل كمان خمس غرز حشو دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كده انا خلصت الجزء بتاع الغرزة تمام او بتاع الوحدة هبدأ اعمل غرز خمس غرز كمان او خمس ايوة غرز حشو كمان تمام يعني الفكرة ان احنا هنبدأ خمسة ونعمل السلاسل دول خمسة وبعدين عشر غرز وبعدين الخمس سلاسل تمام هنعمل الخمس سلاسل اهو خلاص وبعدين في الغرزة اللي جنبها هنبدأ يعني بين كل فراغ وفراغ اللي احنا عملينهم دول هيبقوا عشر آآ غرز حشو تمام كده معايا بس احنا بدأنا الاول بخمسة حشو وبعدين الفراغ اللي احنا عملناه من خمس سلاسل وبعدين هنعمل عشر حشو الفراغ معايا كده اهو ايه دي الفراغ والفراغ بينهم عشرة تمام في النص اللي فات ده كده دي كده غرزة واللي بعده غرزة كده هنبدأ غرزة او وحدة جديدة معايا يبقى احنا هون هنكمل الغرزة العشر غرز حشو وهنعمل بعدهم تاني خمس سلاسل تمام ويمكملين بنفس الطريقة لحد ما السطر يخلص او يعني لحد الكنار بتاع المساحة اللي انت عاملاه يخلص بالطريقة دي خلصناه اهو خلص ده بيبقى اول سطر معنا بنلف الشغل تمام وبعدين بناخد ادي واحد اتنين ادي تلاتة تلات لفات وادي الرابعة وبندخل في الفراغ بتاعنا بنخلص بقى الشغل كله لفتين لفتين كده او بنفرغها خيتين خيتين تمام دي اول واحدة تان كمان بنعمل تاني واحد اتنين تلاتة اربعة وبندخل في الفراغ تمام يعني بنعمل اربع لفات على العمود خلص وبنفرغه كده بدأنا في الشغل الفعلي بتاع الفيونكا لص انا كده معي تلات عمويد او تلات عمويد ايوة هاعمل العمود الرابع تمام دي كده اربعة هاعمل العمود الخامس براحتك بقى عايزة تعملي الخامس او ممكن ان احنا هنقفل الشغل خلص كده وبنقفله بغرزة حشو طب احنا عملنا هنا كامسل تلات بتعملي حوالي خمس او ست سليسل على حسب الشغل والابرة اللي انتي اشتغلت بيه هادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة تمام بنلف اربع لفات وبتدخلي بتعملي نفس الفكرة هادي واحد اتنين تلاتة اربعة وخلصناهم تمام اهو يبقى احنا كده هو ده الفكرة بتاعتنا تمام ان احنا اهو ده شكلها من قدامه ومن ورا احنا هنعملها كاملة مع بعض اول واحدة زي ما احنا متعودين طبعا عايزة تغري مقاس الفيونكا بتتقليلي عدد اللفات وبالتبعية بتقليلي الخمس غرس حشو اللي انت كنت عاملهم في الاول يمكن تعملهم ثلاثة حشو بس وبيتقليلي بقى عدد الايه الحاجات دي تمام تمام انا كده عملت اربعة هنا واربعة هنا خلاص فهيبقى الحل ايه عندي تمام هاقوم جاية لو بتتلخبطي في العد بقى بصي ورا احنا هنعد واحد اتنين تلاتة اربعة وهنقفل في الخمسة خلاص تمام بعد كده ايه اول فيونكا عندي ممكن تحطي في النص ايه الماظه او اي حاجة لو انت عايزة بس انا سبتها مفتوها هنعمل ايدي تلاتة احنا هنعمل هنلف الابرة مش هنعمل سلاسل احنا هنلف اربع خيوط زي ما انتو شفتو حاولين الابرة عشان نبدأ الفيونكا الجديدة دي واحد اتنين تلاتة اربع وبننسحب الخيط من الاخر تمام هنلف تاني الاربع خيوط وهكذا هي دي الفكرة معينا هنعمل اربع مرات يعني هنعمل الطريقة دي اربع مرات وفي الاخر بنختم بالسلاسل زي ما قلتلكم الست سلاسل ان شاء الله هنزل لكم برضو فيديو لفيونكا تكون طريقتها مختلفة عن كده يعني نعمل كذا شكلي للفيونكا علشان اللي انتو تحبيه هنعمل الست سلاسل وهنقفل تمام بحشو ونعمل ست سلاسل تاني دي كده عملنا اول يما برضو ها هنعمل الست سلاسل تاني خلاص وهنعمل نفس اللي احنا عملنا اربع لفات اهو وهكذا هي دي طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا وزي ما قلتلكم العدد بقى في ايدك تمام العدد مقاس الاي انا طبعا ما بوضحش مقاس الابرة ولا نوع الخيط ولا كلام ده كله لان دي حاجات توضيحية انتي بتشتغلي زي ما انتي عايزة بقى ابرة وخيط وخامة وكل حاجة والمقاس طبعا تمام فاضل اي دي الرابعة انا كده اشتغلت معيكم اتنين كاملين عشان زي ما قلتلكم الناس بتقولين هما بيتوتروا بعد اما اول واحدة بتخلص طب نعمل ايه في اللي بعد كده لأ اهي ادي اربعة ماشي ودي تعتبر البداية بتاعتها هنعد واحد اتنين تالية اربعة نقفل في الخامسة كده بمنزلقة تمام ماشي هنا منزلقة في النص حشو خلاص طيب انا كده عملنا اول اتنين مع بعض اهم عجبني فيها انها غرزة واضحة وزهرة وبتقول انا اهوكي نار محترم جدا يعني هنكمل الدور كله خلاص بالطريقة دي وهنرجع نشوف لما بتخلص تبع عمله ازاي خلصنا اهو تمام هنقفل مع بعض اخر واحدة ماشي بالطريقة دي في اول غرزة حشو عملناها وزي ما بنقول بنكط الخيط او بنقطعه يعني وبتنضي فيه شغلك تمام ده كده احنا خلصناها والكنول لزيز جدا اتمنى يا رب ان هو يعجبكم وزي ما قلت لكم ممكن تحطي او اي حاجة في النص هنا اه لو مش حابة تمام شيء يرجعلك اتمنى يا رب انها تكون عجبتكم وتكون طريقتها سهلة واضحة ولو فيه اي استفسار هستنى تبعتولي اه سواء على الجروب او في الكومنتات اه وما تنسوش لو عجبتكم تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بامر الله تمام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته